أطلقت مبادرة حياة كريمة قافلة طبية في قرية المربعين التابعة لمركز قفر سعد بدومياطا يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمالا وصيدلية وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات نقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا الكافلة تشمل 12 عيادة تخصصية تشمل أغلب التخصصات الطبية الموجودة الكافلة فيها عيادات مجهزة من وزارة الصحة بتدعمنا بها الوزارة كل عيادة فيها أجهزة طبية للتخصص اللي يشغال فيه زي عيادة النساء بالصنار والبطن بالصنار وعيادة الأسنان وعيادة الرمض وعيادة الأنفلوس وحنجرة العيادات المتخصصة ديت فيها أطباء استشاريين وأخصائيين من أكفأ وأمهر الأطباء استشاريين الموجودين في وزارة الصحة والسكان قافلة على جاءة بتمسل الجزء الصحي ببادرة رئاسية وتتميز بحاجتين مهمين جدا أولا أنها بتوصل خدمة للمواطن اللي حد عنده وده تسهيلا على أهلين من كبار السن واللي ممكن ما يقدروش يوصلوا للمستشفيات المركزية واللي قافلة بتستهدف أماكنهم بما لا يقل على المسافة 15 كيلو مترا على المستشفي مركزي الحاجة التانية والمهمة جدا مجانية الخدمة تماما بداية من قطع التسكرة حتى انتهي الخدمة معنا النهاردة حوالي 12 عيادة تخصصية معايا سيدالية متكاملة تم إمدادها بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الموجودة في القافلة ميزة القافلة الكبيرة إنها من الخدمات الموائزة لوزارة الصحة نشكر فخامة الرئيس على المبادرة والمبادرات الموجودة من ضمن حياة كريمة من القافلة الصحية التي تدعم المواطن المصري في الريف لقيت ما شاء الله في سهولة في التسجيل وكشفت في سهولة ولقيت ما شاء الله متواجد جميع الخدمات لعيادات أكثر من 12 عيادة من شاء الله استشارينا على الأعلى من السورة اشتركوا في القناة